اشتركوا في القناة من المحتاجين للدم الاتحاد الاوروبي خصص مساعدة مالية لسوريا تقدر بستمائة وستين مليون اورو هذا العام لفائدة اللاجئين السوريين وفي دول الجوار اهلا بكم مشاهدين الكرام في اولى نشرتنا الاخبارية في مكالمة هاتفية جرت امس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل اكد رئيس الدولة ان تونس لا يمكن ان تكون حارسة الا لحدودها كما تم التطرق خلال هذه المكالمة الى العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي بالاضافة الى عدد من المواضيع الاخرى جملة من المواضيع من بينها ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي الى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الاوروبي مثلات موضوع مكالمة هاتفية جرت أمس بين رئيس الجمهورية قيسي سعيد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رئيس الجمهورية وخلال هذه المكالمة أكد أن تونس ترفض أن تكون ممران للعبور وما كان للتوتين وذكر بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها كما شدد القول بأن ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جمعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج الموقف ذاته يثيره قيسي سعيد في أكثر من مناسبة دفعا لتروحات مفادها قبول تونس بمقايضة مع الاتحاد الأوروبي أي حصولها على دعم مالي ولوجستي لنعاش اقتصادها مقابل التوتين لمهاجرين غير نظاميين قادمين معظمهم من دول جنوب الصحراء والحيلولة دون بلوغهم السواحل الأوروبية تروحات تستند على ما يبدو إلى بيان مشترك سعيدة سيارة الوفد الأوروبية لحد الماضي إلى تونس لا يعد أن يكون أعلانا لنوايا تضمن عدة نقاط منها ما يتصل بالتمويل والاستثمار ومكافحة الأعمال الموصفة بالمشينة للهجرة غير نظامية إعلان ينتظر تجويده كل فوزيران من الطرفين بالاشتغال عليه لأجل عدد حزمة لشراكة الشاملة تضمن رسميا في مذكرة التفاهم ينظر فيها مجلس أوروبا قبل موفى جوان الحالي وعلي ستنعقد غدا أولى لقاءات العمل هذه بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والمفاوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار المفاوضات التوسع أوليفر فارليلي مذكرة التفاهم هذه قد تكون ورقة الضغط المتحة لتونس إذا ما تم أحكام استغلالها حسب ما ذهب إليه عدة خبراء يمكن بالموجبها وفضلا عن حال حالة المفاوضات المتعطلة مع صندوق النقد الدولي يمكن تعزيز الشراكات فعليا مع الاتحاد الأوروبي وتفعيل بعض من الحلول لأزمة الهجرة غير النظامية التي ألقت بأثرها واسعا على تونس ودعا رئيس الجمهورية في وقت سابق للعقد مؤتمر دولي للقوض في ملف الهجرة بعينه بمشاركة مختلفة الدول المعنية في شمال المدوسط وجنوبه وذلك للخروج بحلول المشتركة وحجر الإمكانيات والجهود وذكرت رئيسة الحكومة نجلة بودن بهذا المؤتمر كمبادرة على همش أشغال القمة العالمية حول العدالة الاجتماعية للجميع بجناف وفدت تونس توجهات لضبط استراتيجية لمعالجة مشكلة الهجرة في احترام كامل لمختلف المواثيق والمعادات الدولية والحلولة دون انتهاك حقوق المهاجرين وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والتصدي لمختلف شبكات الاتجار بالأشخاص مثلت علاقة والتعاون المشترك بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في المجال الاجتماعي محور لقاء جمع أمس بنيويورك وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالمباوتها الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة والتسهيلات للمعوقين ماريا سوليدات سيستارنس وذلك في إطار أشغال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدية بنيويورك وتناول الطرفان خلال اللقاء الذي حضره المندوب الدائم للجمهورية التونسية بنيويورك طارق الأدب سبل مزيد تطوير التعاون في مجال رعاية الأشخاصية ذوي الإعاقة الرابع عشر من جوان هو اليوم العالمي للتبرعي بالدم موعد سنوي يتيح الفرصة للاحتفاء بالمتبرعين بالدم وإبراز الدور المهم للتبرعي المنتظم في إنقاذ عدد كبير من المحتاجين للدم وحقق المركز الوطني لنقل الدم السنة الماضية 242 ألف تبرع ويطمح في المستقبل إلى بلوغ 275 ألف ينقذ نخل الدم ومكوناته عددا كبيرا كلها من الأرواح من نزيف الولادة عند النساء إلى المصابين بالأمراض الوراثية إضافة إلى الذين يتعرضون إلى حوادث طريقي وغيرهم نقص كبير مع تفهم في تونس في الدم وهو الإنسان يبشي عملها ما تضروش وحاجة بيها يعملها للعباد الأخرين ومرضى عباد يستحقوهم حاجة بيها دونك يزمنا أحنا تولي حاجة تلقائي وما تخافوش من أخطفهم برش عباد تخاف ونقولوا ما تخافش وتبرك الله عنه الطب وكما تشوف مع تعباد يعرفوا يخدموا خدمتهم وحاجة بيها حتى عند ربي أذي عندي غير واحد صدقة حتى على صحته المورد الوحيد أنت على الدم ما نجموش مع أنت كان الإنسان ما يتبرعش الفياد تمريده ما نجموش وزيد حاجة خاصية ده في الدم كل ما يعيش برشة شهر كل متبرع نعمله فحص طبي باش نشوفه ثماشي حاجة منهم التبرع خاطر أحنا هل الدفنت يعني نحافظه على المتبرع ونحافظه عليه بشيخ الدم للمريض الزوز مناه ومزوز أمينة في رقبتنا وفي اليوم العالمي للتبرع بالدم وجديد المركز الوطني للتبرع بالدم دعواته للتبرع أكثر على الإمدادات الكافية وتحقيق الوصول في الوقت المناسب لنقيد من آمن لمستحقية سنة 2022 حقق المركز الوطني وكل المركز على مستوى كامل تراب الجمهورية حققنا ما يقارب 242 ألف تبرع وحسب التجربة بتاعنا وحسب الحاجات اليومية قاعدين اللحظوا فيها ماذا بينا نبلغ ما يقارب 275 ألف تبرع بالتالي ما نشبعات على بلغ الهدف ماذا بينا نختم في المستقبل على النوعية التبرع والتبرع الطوعي المنتظم تبرع لعنا اليوم في تونس 65% منه تبرع لصالح العائلة 35% تبرع طوعي نحن ماذا بينا نعكس للمعطية هذه وأكد المركز الوطني للتبرع بالدم أهمية انخيرات المؤسسات الخاصة في عملية التبرع بالدم وتنظيم حملات في الغرض مما يساهم في نشر ثقافة التبرع الطوعي تبرع بالدم ثقافة تخص الفرد وتخص زادة المجموعة وذلك علينا اليوم موجودين في مؤسسة خاصة كما زادة عنا وحدات متنقلة التي يتم فيها تبرع بالدم المؤسسات زادة قاعدة تنخرط الحمد لله هي ندرج في نطاق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات نحاولوا بش نعملوا التظاهر وهذا ثلاثة إلى أربع مرات في العام السناء إن شاء الله المرة الأولى نيع وبش نعملوا على مرتين حسة صباحة وحسة العشية والهدف متاعنا السناء هو أن نتجاوز العدد متاع عامنا وهي ومية تبرع إن شاء الله هننوصل إلى 150 والهدف في الأخير أنه بش نجموا نعطيه الدم بش العباد في حالة وفي حالة ضعف نجم تأخذ الدم هذائي ويؤكد المختصون أن التبرع المنتظم يساعد على الحفاظ على صحة الأشخاص ويساهم في الوقاية من أمراض القلب ويحافظ على الأوعية الدموية ويقالل من ارتفاع ضغط الدم في القطاع الفلاحي نصلت والضوء على تجربة عدد من فلاحي معتمدية تمغزة الذين نجحوا في استعادة البذور المحلية للقمح بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة فكانت النتيجة حصاداً وفيراً ومزيداً من الإصرار على تعميم التجربة في مناطق أخرى تتواصل نجحات الفلاح عمر الأحمدي أصيل قرية عين الكرمة من معتمدية تمغزة في استعادة البذور المحلية الأصلية وبعد تجارب عديدة صحبة مجموعة من الفلاحين يقف اليوم على حصاد منتوج وفير من القمح الأصلي عنا سنوات خدمنا على البذور هذه كانت عنا منها معناها بالثلاثين جرام وبالخمسين جرام واليوم صبحنا عنا منها أطرانط إن شاء الله هذه يتم معناها إن شاء الله توزيعها الخيان الفلاحة الراغبين معناها في استرجاع بذورهم الأصلية والسيادة الغذائية وقد تحدث الأحمدي بكل فخر عن نجاح تجربة انطلقت منذ سنوات حقق من خلالها نتائج جد مهمة في استعادة بذور الأصلية متوقعياً معناها الاربعين خمسة واربعين قنطار معناها هذا أقل ما يمكننا خاطر تجربة معناها اللي صارت في عدة أماكن وعنده خيان في قفصة وبدوا يحصدوا وعطيت معناها نفس المرضوذية هذه كما أكد على أهمية هذه التجربة من الناحية الصحية وحماية أمننا الغذائي أمام مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات السياسية العالمية جمعنا الأصلي هو معناها هو بطبيعته موالم معناها للتقص موالم معناها للتغيرات اللي قاعدة صايرة توا معناها المناخية اللي في العالم وكلها ومعناها وفي خاصة عنها في الجنوب أكثر هو يتأقلم على الجفاف يتأقلم معناها مع الأمراض يتأقلم مع كل شيء تجربة عمر الأحمدي في استرجاع بذور الأصلية حقق من خلالها توفير أكثر من خمسين نوعاً من البذور ويأمل أن تعمم هذه التجربة على جميع الفلاحين حتى نحقق اتفاءنا الذاتي وتأمين أمننا القوم الغذائي بمنتوج صحي وخال من السموم تنطلق شركة اللحوم بمقرها الاجتماعي بالوردية في بيع أضحي العيد لهذه السنة في نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بداية من السبت المقبل السابع عشر من جوان الفين وثلاث وعشرين إلى غاية صباح يوم عيد الأضحى وأفد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازيا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم ترويج قرابة أربعة ألاف أضحية تم توفيرها من منطقة سيدي بوزيد وتخضع إلى المراقبة البيطرية المستمرة مشيراً إلى أن الكميات قابلة للزيادة إذا اقتضت الضرورة ذلك وستتراوح الأسعار وفق الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بين ستي مائة و ألف دينار في أخبارنا العربية والدولية استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوية الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية أفد مدير الأسعاف بالهلال الأحمر بنابلس أن أكثر من مائة وسبعين فلسطيني آخرين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز وقد منعت قوات الاحتلال قدس المحتلة من جهة باب المغاربة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية رصد الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لسوريا قدرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بستمائة وستين مليون أورو كان ذلك على همش مؤتمر دولي يعقد في بريكسال بهدف جمع الأموال من أجل سوريا التي ضربها زلزال عنيف هذا العام ما فاقم المحنة القاسية التي يعاني منها هذا البلد منذ اندلاع الصراعي في 2011 مساعدات تصفها منظمات أممية بالضخمة تحتاجها سوريا التي ترزح منذ سنوات تحت ويلات الحرب وتضعفت أزمتها بعد الزلزال المدمر الذي عصف بمدن الشمال في فيفري الماضي مصفرا عن سقوط ألاف القتل والمصابين وخسائر بالمليارات حجم الكارثة دفع بالاتحاد الأوروبي إلى استضافة هذا المؤتمر الدولي في نسخته السابعة لجمع التمويلات اللازمة لتلبية الاحتياجات الملاحة للسوريين في الداخل واللاجئين في دول المنطقة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن في كلمة قدمها على هامش هذا الاجتماع أن التكتل سيقدم 660 مليون أورو لدعم سوريا خلال هذا العام مؤكدا أن جهودا كبيرة يجب أن تبذل من أجل تسوية يائية للملف السوري مشددا على ضرورة عدم استغلال قضية وجود اللاجئين السوريين في بعض الدول لأغراض سياسية وقد استبقت منظمات في الأمم المتحدة جلسة اليوم التي تعقد على مستوى الوزراء بالتأكيد أن عشر التمويل المطلوب فقط تم تأمينه حتى الآن لمشروعات العام الجاري وتأمل الأطراف السهيرة على تنظيم هذا المؤتمر في الحصول على تعهدات مماثلة لتلك التي تم تقديمها لسوريا ولجيرانها في مؤتمر العام الماضي وبلغت وقتها 6.7 مليار دولار في وقت تحتاج فيه خطة الأمم المتحدة المتعلقة بمساعدات توجه إلى الداخل السوري لـ 5.4 مليار دولار إضافة إلى 5.8 مليار دولار للسوريين اللاجئين في المنطقة وتحديدا في كل من تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في ظل تواصل المعارك في الخرطوم قالت سلطة الطيران المدني في السودان إنها مددت في أغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 30 من جوان الجارية يتي هذا فيما يتأزم الوضع الإنساني في هذا البلد مع انهيار القطاع الصحي ونزوح العديد في اتجاه البلدان المجاورة إلى مناطق منكوبة تحولت أجزاء من السودان سيما العاصمة الخرطوم بعد حرب أتمت شهرها الثاني بمقتل والي غرب درفور خميس عبدالله أبكر على الرغم من أن لا علاقة له بمجريات الصراع وفق عدد من المصادر واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باختطاف والي غرب درفور واغتياله ومع دخول الصراع شهره الثالث وفذل تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني هناك تداعي القطاع الصحي الذي كان على حافة الانهيار أصلا قبل نشوب النزاع هو يعاني من نقص الموارد تداعى منهارا في شهرين من المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة على الرغم من جهود المتطوعين وعمال الإغاثة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الحيوية وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من ستين مستشفى توقف عن العمل في مناطق الصراع وهناك تسعة وعشرون مستشفى عرثة للإغلاق أيضا بسبب انقطاع الطيار الكهربائي والمياه ونقص التواقم التبية وفي تفاعل دولي مع وجه آخر للأزمة الإنسانية في هذا البلد مع فرار العديد إلى مناطق داخل السودان وبلدان مجاورة تتضافر جهود حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ومنظمة الأمم المتحدة لتقديم مساعدة للاجئين السودانيين والشاديين الذين فروا من بلديهم وأقاموا في جمهورية إفريقيا الوسطى أعلنت وكالة تاسا الروسية للأنباء اليوم أن حرس الحدود في روسيا البيضاء أسقط طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء منطقة جميلة المتاخمة لأوكرانيا يأتي ذلك بعد أن أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلادها أحرزت تقدما قرب مدينة بخموت ونحو زبوريجيا مشيرة إلى أن خسائر الجيش الروسي خلال المعارك المتواصلة أكبر من تلك التي تكبدتها كييف ولدعم الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية على القوات الروسية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسية اليوم أن دعم الحلف لأوكرانيا يحدث فرقا في ساحة المعركة حاثا التحالف الدفاعي على ضمان استمرار حصول أوكرانيا على ما يكفي من الأسلحة وتعتبر الحروب والمآسي من بين الأسباب المشجعة على الهروب من البلد الأصلي هذا ما خلص إليه تقرير أصدرته مفووضية اللاجئين يؤكد أن عدد النازحين قصرا حول العالم ارتفع نهاية العام الماضي بنحو 19 مليون نازح بسبب الحروب على خلفية الحرب في أوكرانيا وكذلك السودان فقد قفز عدد النازحين قصرا حول العالم إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين وفق ما أكده المفووض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبو جراندي وفي تقرير أصدرته قالت مفووضية اللاجئين أن ارتفاع عدد النازحين قصرا بنحو 19 مليون نهاية العام الماضي يمثل أكبر قفزة سنوية على الإطلاق وأوضحت المفووضية أن هذا العدد زاد منذ ذلك الحد ذلك يعود بصورة أساسية إلى استراع المستمر في السودان منذ ثمانية أسابيع وأظهر تقرير النزح القصري أنهو على مدار العقدين الذين سبق الصراع السورية كان المستوى العالمي مستقرا تقريبا عند حوالي 40 مليون لاجئ ونزح داخليا إلا أن المستوى يشهد ارتفاعا سنويا وأشار تقرير أيضا إلى أن أكثر من شخص من بين كل 74 هو حاليا من النزحين وقال المفووض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذه الأرقام القياسية تمثل إدانة للعالم مرجعا أسباب هذه الأزمة الإنسانية إلى جملة الأسباب المعتادة التي قال إنها تتضمن الصراع والاستهاد والتمييز والعنف فضلا عن التغييرات المناخية وفي وقت عبر فيه المفووض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفه بشأن القواعد الأكثر صرامة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين وإعادتهم من طرف عدد من البلدان دون ذكر دول بعينها أعرب عن تفاؤله بشأن بعض التطورات لسيما الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لتقاسم المسئولية عن المهاجرين والناجئين في أخبار الرياضة يتحول المنتخب التونسي لكرة القدم بعد قليل في رحلة خاصة مباشرة إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية استعدادا لملاقات المنتخب الغيني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا وكان المنتخب الوطني اختتم مساء أمس تحذيرته بملعب رادس الفرعي بإجراء حصة تدريبية أخيرة حضرها اللعب محمد وئل الدربالي معوضا لفراس بالعربي المصاب وخصصها الإطار الفني لتطبيق الخطة التكتيكية التي سيعتمدها في مواجهة غينيا احتفالا بتبقي عام واحد على انطلاق نهائية بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي ستقام في ألمانيا احتضنت مدينة برلين حفلا حضره المستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من المسؤولين لتنظيم الحدث الرياضي الأوروبي البارز وأكد شولتس بالمناسبة على أهمية البطولة بالنسبة إلى القارة الأوروبية مبرزا استعداد ألمانيا من أجل أن تكون البطولة حدثا يشد العالم بأسره نهاية النشرة مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها رئيس الجمهورية يجدد لرئيس المجلس الأوروبي رفض تونس أن تكون ممرا للعبور ورئيسة الحكومة تعلن من جناف ضبط تونس استراتيجية لمعالجة الهجرة في اليوم العالمي للتبرع بالدم دعوات لمزيد التبرع الطوعي والمنتظم لإنقاذ عدد كبير من المحتاجين للدم الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدة مالية لسوريا تقدر بـ 660 مليون أورو هذا العام لفائدة اللاجئين السوريين وفي دول الجوار ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار ترجمة نانسي قنقر